الى ذلك اكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ان الاعمال الارهابية الغادرة لن تنال من عزيمة واصرار دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه على مواصلة زرع الخير وغرس الامل وبدل العطاء ومد يد العون والمساعدة للدول والشعوب المحتاجة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سموه اليوم من الرئيس محمد اشرف غني رئيس جمهورية افغانستان الاسلامية اعرض فيها عن خالص عزائه ومواساته باستشهاد عدد من ابناء الامارات في التفجير الارهابي الغادر في قندهار الافغانية والذين كانوا مكلفين بالاشراف على تنفيذ المشاريع الانسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية افغانستان